أما الشخصية الثالثة اللي منسميه الثعلب لأنه يسوع قال قولوا لهذا الثعلب اللي هو هيرودوس أنتيباس هيرودوس بكون ابن هيرودوس الكبير وطبعا مثل الأب مثل الإبن وهذا الشخص كان داهي كان ثعلب هو اللي وبخه يحنى المعمدان قال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك بعده حي بعده على قيد الحياة كيف بتأخذ وعادة عن الشريعة اليهودية بتمنع من زواج طبعا مثل هذا النوع من الزواج أنك تأخذ زوجة أخوك وهو بعده حي بتمنع زواج أنك تأخذ مرت ابنك كمان فاللي بيرتكب هاي التهم هي تعتبر جرائم بحسب شريعة اليهود وتعتبر نجاسي فقال له يحنى بكل بساطة لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخي هو نفسه اللي قطع رأس يحنى المعمدان وهو نفسه اللي وقف يسوع أمامه لما كان بيزور أورشاليم ليحاكم أمام هيرودوس أنتيباس أغرب الغرائب وأعجب العجايب أنه يسوع وقف أمام شخصية شرسة جداً مثل بيلاتوس شخصية فازدة مثل حنان وقيافة وشخصية طبعاً كمان فازدة مثل هيرودوس أنتيباس داهي ثعلب بمارس السحر والزنا وطبعاً أخذ زوجة أخوك بدون أي شرعية اتفقه وياها هاي النوعيات اللي تحاكم يسوع أمامها